كابتن فتحي احنا عندنا دلوقت وصلنا لفقرة بس قبل نوصل لفقرة دي عندنا كم سؤال كده سريعا انت راجع عن اداءتي بالنادي الاهلي اه طبعا صراحة احنا بغض بالنظر بس كابتن احنا برضو نتكلم بواقعية نتكلم بواقعية النهاردة بطولات النهاردة ماشى الله لعيبة النهاردة والعيبة تمثل منتخب مصر برضو من تشكيل النادي الاهلي اداء ونتائج اه ما تقدرش تقول انتجير كده تقول اداء مرضي ولكن اذا خسرت بطولة ما خلاص بقى يعني اي باي فرقة في العالم كله اي فرقة في العالم كله وفرقة على مستوى هايل من الاداء الفني ومن اللعيبة وجماهريا واعلامين وكله وارد وتخسر بطولة مفيش مشاكل يا يعني احنا خسرنا بطولتين فترة زمنية صغيرة طلع بعض الناس في السوشيال نيديا وفيه حاجات كثيرة يقولك لازم يغير المدير الفني انت مع تغير المدير الفني الوقت والله بوث يا كابتن دي بتيبقى سياسة مجلس ادارة يعني سياسة مجلس ادارة برده سياسة النادي الاهلي طول عمرها برده مين بيمثل مجلس ادارة صاحب القرار فدي سياسة مجلس ادارة سياسة مجلس ادارة هو بيحب دايما عندنا في مجلس ادارات النادي الاهلي بالذات يا كابتن ما بتاخدش المواقف بسرعة بتدرس كويس جيدا وبتيدي فرصة وكلام من ده عشان كده ما نقدرش نقول تغيير مدير الفني دلوقت لكن الرغبة بقى عند المدير الفني واللعيبة دي هي البطالة القادمة إن شاء الله إن شاء الله